السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال هذا الفيديو تتمى للتقويم التشخيص الماضي حيث أنجزنا الأنشطة العددية والهندسة اليوم سوف نتطرق لأنشطة القياس لنبدأ على بركة الله التمرين الأول وحول إلى الوحدة المطلوبة لدينا في السطر الأول قياس الكوتل سوف نرسم جدول التحويل في الخانة الأولى نضع الطن القنطار نقطة الكيلو جرام بعده الهكتو جرام ديكا جرام ثم الجرام بعد ذلك نمر للأجزاء ديسي جرام سنتي جرام وميلي جرام نمر للقياس الأول ثلاثة قنطار سأضعها في الجدول وحول إلى الكيلو جرام الكيلو جرام هنا يعني تصبح ثلاثمائة ثلاثمائة كيلو جرام نمر القياس الثاني ثلاثمائة وعشرون ديسي جرام إذن رقم الوحدات هو الصفر سوف أضعه في الديسي جرام الديسي جرام هنا صفر اثنان ثلاثمائة دائما أكتبه من الوحدات إلى آخر الرقم على اليسر ديسي جرام أحول إلى الجرام الجرام جاء في الوسط يعني ضروري أن أضع الفاصل هنا اثنان وثلاثم فاصل الصفر معناها اثنان وثلاثم القياس الأخير سبعة كيلو جرام يعني السبعة في الكيلو جرام هنا وثلاثة هكتو جرام ثلاثة في الهكتو جرام سأحول الكل إلى الجرام الجرام هنا يعني الصفر الأول والصفر الثاني النتيجة هي سبعة آلاف وثلاثمائة جرام نمر القياس الثاني قياس الأطوال نضعه في الوسط الوحدة الأساسية المتر على اليمين الأجزاء ديسي متر سنتيمتر وميلي متر وفي الجهة الأخرى المضاعفات ديكا متر هيكتو متر وكيلو متر سوف نضع السبعة في الكيلو متر ونحولها إلى المتر المتر هنا يعني كل هذه الخانات تملأ بالأصفر إلى أن أصلها إلى المتر القياس هو سبعة آلاف متر نمر القياس الثاني الفاني ميلي متر هذا الصفر رقم الوحدات ليجب أن يوضعه في الميلي متر إذن صفر وحدات صفر عشرات صفر مئات واثناني في الآلاف هذا القياس سأحوله إلى المتر في المتر عندي فقط اثنان يعني اثناني متر أو إذا وضعت الفاصلة هنا تصبح اثنان فاصلة السفر هي اثنان نمر للقياس الثالث وهنا الأقل رقم الهي المتر أثناني ديس المتر واثناني وهنا الكل بالسنتيمتر يعني سأجمع هذه القياسين سأجمع هذه القياسين تصبح مئة وعشرون سنتيمتر سنتيمتر سنمر للسطر الثالث وهو قياس الساعات نضع هنا اللتر الوحدة الأساسية ديسي لتر سنتي لتر ميلي لتر هذه الأجزاء في الجهة الأخرى نضع المضاعفات ديكاليتر والهكتوليتر سوف نضع اثناني لتر في الجدول ونحولها إلى الديسي لتر در اثناني هنا بالديسي لتر هي عشرون القياس الثاني خمسة ديكاليتر خمسة في الديكاليتر وعشرون لترا عشرون رقمان إذن سوف أخذ فقط رقم الوحدات أضعه في اللتر ليس عندي متسع أنزل قليلا أضع هنا الصف وهنا اثنان ثم أجمع أحصل على سبعين لتر بالسنتي لتر سبعون لتر تصبح سبعة آلاف دائما رقم الوحدات في الوحدة المطلوبة نمر للقياس الثالث ألف سنتي لتر هذا الصفر يضع في السنتي لتر الصفر الأول صفر الثاني صفر الثالث وواحد إذن كتبت ألفا بدأت برقم الوحدات سأحول الكل إلى الدكاليتر الدكاليتر هنا إذن سأضع الفاصلة هنا واحد فاصلة هذه الأصفر هي واحد نمر للسطر الرابع وهو قياس المساحة سوف أملأ الجدول على أنه قياس أطوال بعد ذلك سوف أضع المربع في كل مرتين سوف أقسم الخانات إلى خانتين هذا هو قياس المساحة هكذا نرسم جدول قياس المساحة 20 متر مربع نأخذ رقم الوحدات الصفر نضعه في وحدات المتر مربع يعني إذا كان المتر مربع هنا فهذه الوحدات وذه العشرات إذن نضع الصفر هنا وإثنان هنا وحول إلى السنتيمتر مربع معناها أني سأملأ بالأصفر إلى السنتيمتر مربع لن أتوقف هنا خطأ سأتوقف في وحداتي الوحدة إذن العدد يقرأ مئة ألف يعني إثنان وخمسة أصفر نمر للقياس الثاني 25 ديكامتر مربع 5 في الديكامتر مربع 5 هنا وإثنان هنا وحول إلى المتر مربع الصفر الأول والصفر الثاني دائما يجب أن أتوقف في وحداتي الوحدة إذن 2500 متر مربع القياس الثالث قياس المساحات 30 ألفا بالديكامتر مربع دائما أبحث عن رقم الوحدات الذي هو هذا الصفر وأضعه في الديكامتر مربع الديكامتر مربع هنا إذن هذا الصفر وحدات أحسب عدد الأصفر أول ثاني ثالث الرابع ثم أضع ثلاثة العدد هو ثلاثون ألفا العدد بالديكامتر مربع سأحوله إلى المتر مربع المتر مربع جاء في الوسط يعني سأضع الفاصلة تقسم هذا العدد الفاصلة سوف تكون هنا وبالتالي سأحصل على ثلاثمائة هذه الأصفر هي أصفر زائدة إذن عندي هنا ثلاثمائة القياس الأخير وقياس الزمن لدينا هنا ثلاث ساعات كم فيها من دقيقة العلاقة بين الساعات والدقائق هي أبنى ساعة ساعة تساوي ستون دقيقة ثلاث ساعات كم فيها نستعمل قاعدة التناسبية نضرب ثلاثة في ستين نقسم على واحد يعني كأننا لن نقسم إذن ثلاثة في ستة تمانية عشر مع هذا السفر مئة وتماني تحويل ثاني ساعة ثاني وعشر دقائق كم بالدقيقة ننطلق من نفس القاعدة الساعة هي ستون دقيقة إذن سوف نبحث فقط عن ساعتين بعد ذلك سأضيف لذلك التحويل عشر دقائق إذن ساعتين واضحة أنها هي مئة وعشرون يعني اثناني ضرب ستون مئة وعشرون دقيقة إذن هذه المئة وعشرون دقيقة هي ساعتين إذن مئة وعشرون دقيقة سأضيف لها عشر دقائق هذه وبالتالي سأحصل على مئة وثلاثين دقيقة نمر للتحويل الأخير سبع دقائق أحولها إلى التواني العلاقة بين الدقائق والتواني هي أن دقيقة هي ستون تانية سبع دقائق كم تساوي بالتواني نفس الطريقة سبع في ستون نقسم على واحد سبع في ستة اثناني واربعون مع الصفر أربعمائة وعشرون نمر للتمرين الثاني قامت ضع سوقة بدورة كاملة حول الشكل جانبه احسب المسافة التي قطعتها دورة كاملة يعني أنها إذا انطلقت من هذه النقطة سوف تقطع هذه القطعة ثم القطعة الموالية وقطعة الثالثة الرابعة وقطعة الخامسة وتعود لنقطة البداية هذه دورة كاملة إذا بفكرة مبسطة سوف نجمع ثلاثة وأربعة واثنان وأربعة وتلاثة إذا مجموعة هذه القطعة الخمسة لدينا ثلاثة أربعة اثنان أربعة ثلاثة نرى بأن عندي أربعة مرتين هي تمانية وثلاثة مرتين هي ستة إذا تمانية زائد ستة زائد اثنان الكل تمانية زائد اثنان عشر وستة ستة عشر إذا ستة عشر سنتيمترا إذن المسافة التي قطعتها هذه الدعسوقة هي ستة عشر سنتيمترا وهكذا أعزائينا قد أنهينا إنجاز هذا الجزء من التقويم التشخيصي للمستوى الخامس أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وتشجيعكم مستمر أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء